مشكلة بتقول لي ايه انا مشكلتي اني محترمة مع جوزي وجوزي عاوزني صايعة وجريئة معاه وبيعض يكلمني في حاجات كلام جريء وأنا تعبت ومش عارفة اقول كلام صياعة كل كلامي بأدب واحترام دي جوزها عايزها صايعة بس انا اعتقد يعني الراجل نييته خير وهي عايزها بالمعنى الحلو مش بالمعنى الوحش يعني عايزها جريئة معاه فهم لو متجوزين من مدة قصيرة فهو ممكن يكون عايز انها تتعود عليه يتكلمه مع بعض يدخله في مواضيع كده ما تبقاش على طول مكسوفة منه لان معظم المتزوجات يعني اللي بيكونوا شوية المجتمع بتاعهم منغلب بيبقوا مكسوفين جدا اول الجواز فهو ممكن الراجل يعني نييته خير وعايزها كده تبقى مدرجة ده حاوتتعود معاه ويبقوا ايه قريبين من بعض لو متجوزين من مدة طويلة الراجل زهق طبيعي كل الرجالة وحتى الستات بتزهق مع روتين الحياة من الرتابة في العلاقة الزوجية مش عايز حياتهم تمشي بنفس الوتيرة عايز عايز تجديد وده مطلوب سواء للراجل او للست حاولي كوني جريئة معاه حاولي ان انت مش هو كل مرة اللي يطلب العلاقة اطلبي انت العلاقة اطلبيها بزكاء وبفن بتلميحات تجهزي نفسك تلبسي مش لازم الكلام المباشر غيري في الطريقة اول مرة بتتبعني واللي متابعيني اللي ما شافوش فيديوهات العلاقة الزوجية ونصائح العراس والمتزوجات بنصحك ان انت تشوفيها لاننا عملنا فيديوهات كتير عن الزكاء الانسوي وايه هي الحركات المغرية للزوج وايه هي الحركات والكلام اللي ممكن تجيبي بيه زوجك وتغيري من حياتك تستقبليه ازاي تودعيه ازاي ايه هي الحركات اللي ممكن في مناسبات مختلفة كده تعمليها فعلا هتجيب جوزك وهتلفت نظر جوزك ليه وتخليه دايما شغوف بيكي فانصح كل العرايس والسيدات على القناة انها هتشوف فيديوهات نصائح للعرايس والمتزوجات هحطلكم لينك تحت الفيديو في اول تعليق مسبت لايك وشير وسبسكرايب